السلام عليكم أخواتي أخواتي ومحبا بكم جديد في قناتكم أخبار بلادي الفيديو تعل يوم أخواتي هام للغاية خليته على بربيلي شوي راني الرطار عليه ولكن خليته الوقت أحد أخر باش يعني يكون جمعتكم القدر الكافي من التفاصيل أول زيارة لرئيس هند الآن للجزائر أعلى جات الرئيسة على هند للجزائر رغم أنه كان الكثير من التهم الجزائرية موجهة للهند ستقول بالله يوتي الهند هي اللي كانت سببنا لي متخناش للبريكس فهل هذا الأمر الصحيح؟ وإذا كان هذا الأمر صحيح عليها هند عليها رئيس الهند للجزائر الهند الآن عندها الكثير من الاهتمامات الأخرى أيضا في الأخبار سأقول لكم المنتوجات الجزائرية تغزو الأسواق الإفريقية بالخصوص الأسواق الكاميرونية وهو الأمر اللي لا نستمع بها لكن ديروا في بالكم بلي كاميرون هي إكزامبل لدول إفريقية أخرى أيضا في الأخبار وهذا الخبر كان كبير للغاية كانت هناك مسيارات من حزب الله ضربت جنود إسرائيليين وفيديوهات الآن أشفت غليلة كثيرة من العالم المسلم يعني من الناس اللي تسيبورتي الشعب الفلسطيني للقتل الصهاينة ومئات الجرحة بسبب هذا الضربات اللي القبة الحديدية ما قدرتش تبلوكي هذ المسيارات أيضا سبحان الله خرج هذا تركي آل الشيخ الخامج يدير حداد سمها مجزرة بن يمينة لما توفيها ربع يهود عسكر أصلا يعني هذوك الصهاينة عسكريين مشيق المدنيين رامدير عليهم حداد ليس هذا حزب؟ جريدة العربية سيت تتسطر على الأمر بطريقة غابية أيضا ربما هذا أكبر خبر الآن راه يتم تدوله على مواقع التواصل الاجتماعي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هذا هيرزي هاليفي تم قتله يعني هكذا راي تقول الأخبار بقنا نشارك معكم حقيقة هذا الأمر لأنه حتى المواقع الصهيونية هادرت على هذا الموضوع أيضا هذا الخبر كبير جدا هذا هو أكبر اجتماع للبريكس الآن اجتمعوا فيه قاع وزراء المالية تاع كل لولا من دول البريكس حاليا على أخوتي راي كان واحدة مفاجأة كبيرة راي تطبخ راي تضرب أمريكا الضربة القاضية وكتشاركوها معاكم في هذا الفيديو قبل ما نبدأ في التفاصيل تحت الفيديو وكل هالأمور كان حاجة وباك حبيت نقولها لكم بشكل خفيف قبل ما نبدأ والله يحفظكم اشتركونا خوتي في القناة الأمر هذا راح يدعمنا نصدقوا كل حاملات سنية يلا خوتي شكرا قبل ما نطولوا عليكم يلا للتفاصيل ونبدأوا بهذا الموضوع أصلا كما تشوفوا خوتي هنا كان واحد زوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر حداشة تناشة 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 تلتاشة 14 وزير مالية الآن لدول البريكس يجتمعون علىه لأنه رمعونين يتفاهموا على عملة جديدة موحدة بيناتهم من أجل إسقاط الدولار هذا الخبر جبته من الموجز الروسي يعني لتنشر الأخبار الروسية شوفوش قلتنا وزراء مالية دول البريكس يجتمعون في موسكو بعد توقيع كل وزير على اتفاقيات التخلي عن الدولار يعني هنا كل وزيرة يستنيع لها الاتفاقية من بينها مشكون السعودية أيضا السعودية خوتي واحد مفهم في تتحرك صراحة من أكثر الدول غموضة الآن في العالم بأكمله كان يقول لك يا بدي السعودية بلد مطبع كان يقول لك لا لا في الحقيقة السعودية ليست بلد مطبع كان يقول لك بري السعودية الآن هي عدوة إيران ولكن في نفس الوقت هومليك مجتمعين مع بعض تحت غيطة البريكس وشفنا أيضا وزير الخارجية السعودي راح عندها اسمانة برك راح لإيران وتلاقى مع الرئيس الإيراني وتخلصوا مع بعض وقالوا بلي خلاص الخليفة تتعنا خلينهم في الماضي صراحة خوتي الأمور الآن مثيرة للاهتمام تغيراته لم نرى مثلها في التاريخ الأمر المحيير هنا مشغل في السعودية فقط ركينا الإمارات أيضا أكبر كلبه لأمريكا فجأة معاولة خون أمريكا وتتخلى على الدولار أمر غريب للغاية لكن هذا الأمر ليس الأمر الوحيد اللي يخرج بها نجتمع دول البريكسل شوفوا شكيم في هذا الأمر قال لك خبراء اقتصاد رسالة واضحة من الصين للولايات المتحدة الذهب بديلا للدولار لا للعمولات الرقمية يعني البيتكوين وهذه الأمور ستحدث انهيار فيها شخص خوتي في هذا الموضوع الآن نروح نحكو على القصف الصهيوني ذهما ذكروا على الأخبار الجزائية لأنها مهمة للغاية البارح كان هناك قصف من حزب الله على مراكز عسكرية لكيان الصهيوني في قاعدة قولاني يعني من جنوب القصف هذا جهو من جنوب لبنان القصف أهبط على الجنود اللي كانوا يأكلوا يعني كانوا يتعشاوا خرجوا الصهيوني وبدوا يقولوا بلي حرام هذا ليس من الإسلام أن تقصف الناس كانت تأكل الله ينعلكم ترعبوا بالدين كما تحبوا كانوا يأكلوا بصحة جنود الجنود معلش هم وجداروا أخوتي في نفس اللحظة اللي تقصفوا فيها كانوا يقصفوا في الشحب الفلسطيني وخرجت من أكثر الفيديوهات بشاعة تنشته في حياتي طفل صغير مسكين كان حاصل وسط النار والنار تأكل فيه هو حي مسكين مقدرش يهرب خوتي عباكم إذاك الفيديو وجعني والعائلة تتحرق مقدروش يدخلوا يسلكوه لأنه كل ما يقربوا للأنزينة تعله بتاع النار والحرارة هذيك الريح السخونة تعله يباحدهم مستحيل مهما كنت سوبرمان ما تقدرش تدخل في وسط النار والطفل مسكين يحللوا يتتحرق قدامهم ولكن واحد مقدر يدلوا حاجة قعنا غيم ساكن يتفرجوا فيه في وسط عجز كبير الفيديو إذاك شفتو زعب بش نرقد الله غير طيير لنا خوتي مقدرش نرقد للأسف الشديد الآن يتم قصفهم خليني يقولكم خوتي بالمئات من الجرحة تبليسي وجراء هذا القصف وربعة قتلة كان حتى يقول لك أكثر من ربعة قتلة هالي يقلك ربعة جنود قتلة و39 جريح في حادث طائرة المسيرة في قاعدة قولاني أطلقت من جنوب لبنان ليس هذا الأمر فحسب هذا الطائرة قدت إلى قتل ثمانية على حسب العربية وشوفوا شوفوا خاتي يا عمر ايه؟ العربي هذو المنعوني خاتي ما يقدرش يخبب لهم صهاينة أكثر من صهاينة نفسهم شوش كتبوه؟ وصح خاتي ولا غي كتبوه هذي؟ قال لك مراسلة العربية يقول جريدة العربية ثمانية قتلة بجروح طفيفة في هجوم حزب الله الأخير قتلة بجروحين طفيفة يحبوا يعسلوا الأمور هكذا الكيانة الصهيونية وزعما يرجعوا الأمور بشعة بالنسبة للشعب الفلسطيني زعما يموت الطفل الفلسطيني محروق متى كليش العربية تهضر عليها أصلا بوق من أبواق الكيانة الصهيونية هذي حرفيا على بنا بها لكن العربية ليست البوق الوحيد هاوليك ثانية عندهم واحد الكلب وفي هذا تركي أهل الشيخ هذا تركي أهل الشيخ خاتي من أكثر الشخصيات مكروها الآن لدى العرب اللي ما يحبوش التطبيع شوف كدير خاتي شوفوا جو كدير هذا المخلوق هو اللي يدخل قاع أنواع الفسق والمجون والخماج إلى السعودية يجيب الحفلات تاع المغنيات العوراتة مثل نيكي مراج ومغنيات الأخرين يجوا يبدأوا يرتحوا خاتي قدام السعودية ومش بالسعودية الخامجة قدام الكعبة من أجهزة ما التشجيع على السياحة لكن هذا ليس الأمر البشع الوحيد اللي يديره هذي المخلوق البشع أيضا يجيب شركات مثل مكدونالد اللي يعني مقاطعة من العالم كله لأنها تدعم الكيان الصهيوني ويزيد يجيب ستاربوكس اللي هي أيضا رهي مقاطعة باش يجيبها تنشط الآن في السعودية إذا سجدوا شخص يدعم الصهيونية يعني أكثر من هذا يعني ما تلقاواش لأنه هذا في حد ذاته يدعم الصهيونية أكثر من الصهيونين بنفسهم في حياتي ما شدته يتأسف على الشهداء الفلسطينيين فجأة لقيته هنا يعز يدير حداد عليه على مدزرة بنيامينة زي ما سميها مدزرة بنيامينة الإرهابية اللي قام فيها حزب الله بقصف جنود الصهاينة وسميها مدزرة إرهابية ورحم دير عليهم حداد رهي يبكي ذوك باش رقم في ذي البشع أخواتي؟ قلو نرايكم في التعليقات من جهة أخرى رئيس أركان جيش الكائن الصهيونية تم قتله أو على الأقل هذه الأخبار للمتداولة قجمة العربية قال لك عاجل إعلان قائد الجيش الإسرائيلي هيرتزي هاليفي أنه لم يتم تأكيد علاقته ما فهمش كترة جمناها تخصرت رح نشوف الموقع يحد أخر قال لك عاجل أنباء حتى أن تؤكد أن حزب الله تمكن من القضاء على رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتزي هاليفي كان هذا في هجوم بطائرة بدون طيار على لواء جولاني بالقرب من حيفا كان هذا الرجل مسؤولا عن وفاة أو لا استشهاد أكثر من 20 ألف طفل فلسطيني الآن خواتي هذا الخبر لم يتم تأكيده لأنه من ناحية أخرى لقيت الكثير من المواقع تتحدث تقول بلي لالا في الحقيقة هذا مجرد إشاعة رئيس أركان جيش الصهيوني ره مزال حي ولكن أيضا لم يكن هذا فقط من تم الإعلان عن مقتله هناك وزراء إسرائيلي آخرين داخلي في الجيش أيضا تم الإعلان عن مقتلهم خلاني نقول لكم خواتي بلي راه كان شك كبير يعني راكم سمعت الخبر من لي وربما من أماكن أخرى ولكن دلو في باكم بلي هذا المخلوق احتمالية 90 بالمئة مزال حي لم يتم قصفه من حزب الله يعني مزال حي شراكم خواتي في هذا الموضوع كل ما نراكم في التعليقات في الخبر الآخر رئيس التنهيند الجي للجزائر هوليك الفيديو خواتي اللي يظهر هي مسكينة تطلع في الطيارة يعني خليوها تسوفري واحدة واحد ما طلع يعونها فاش طلع الطيارة شاري السوفري شو هنا كانت أعلنت أنها جاي في زيارة إلى الجزائر يلك كان من المتوقع أن تلتقي الرئيسة مورمو برئيس الجمهورية عبد المجيد تبونو وتناقش معها العديد من القضايا بما في ذلك التعاون الاقتصادي والتبادل الثقافي والاستقرار الاقليمي هنا خواتي راحت في الطيارة وهناك وصلت للجزائر وجيت ألقت كلمتها في الجزائر شوفوش قالت ما كنت ستنفطر جماما جيتش يلك خلال رقاء مع أفراد الجارية الهندية بالجزائر أنه لشرف عظيم لي أن أجري أول زيارة دولة إلى الجزائر إنها محطة تاريخية في الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين بلدين ودفعها نحو تقدم أكبر والأكثر تلاقات مع الرئيس عبد المجيد التبون تبادلوا التهاني نعم ومن بعد راحوا كما قلنا لكم للمقر رئاسي قال لك وصلت رئيسة الهند دوربادي مورمو إلى الجزائر وهي أول زيارة من نوعها يقوم بها رئيس هندي للبلد وكان الرئيس عبد المجيد التبون في استقبالها إذا كنت شفين خواتي الهند كانت متهمة كانت متهمة ليس من الرئيس عبد المجيد التبون ولكن تبون قال بللي كانت دولة صغيرة خارجية بين قوصين إمارات أثرت في قرار البريكس وخليت دولة من البريكس تدير حق الفيتو ضد اندمام الجزائر وصراحة خواتي الأمر كان غريب خلاني نروح نسقسي وباشنا عارفوا هل صح زعما الهند كانت قادر تدير حقه النقض ضد اندمام الجزائر شمعنت حق النقض خواتي يعني بين قوصين إذا كانت خمس دول قابلتك ربع دول قابلتك تنضموا الهند برك ما قابلتكش هنا نديروا حق النقضة يعني الهند عندها حق النقضة وبتالي لن تنضم إذا رفض الدولة فقط أنك تنضم لن تنضم لكن لا خواتي البريكس القرار يكون بالأغلبية وليس بحق النقضة ليس لأي دولة من دول البريكس حق النقضة شوهوش قالك هنا سقسي جيبتي قلت لها دول البريكس عندهم حق النقضة في الاختيارة شو قالوا لي لا دول البريكس لا تمتلكوا حق النقضة الفيتو في المنظمة قرارات المجموعة تعتمدوا على التوافق الجماعي بين الأعضاء البرازيل، الروسيا، الهند، الصين وجنوب إفريقيا يعني إذا كانت ثلاث دول قابلة وزوج دول ما همش قابلة نشوفوا رأيي الأغلبية لهم ثلاثة قالك بدلا من منح أي دولة سلطة نقض القرارات بشكل فردي مما يعكس مبدأ المساواة بين الأفراد يعني بين قاوسين القصة التعالى الهند هي اللي كانت سبب في عدم انضمام الجزائر إلى البريكس بسبب تأثير دولة خليجية واحدة هو أمر خاطئ ربما هذه الدولة الخليجية ما أثرتش في القرار التحالى على دولة واحدة فقط في البريكس ربما أثرت على الأغلبية لأنه كما لكم تسمعوا لازم أغلبية دول البريكس يوافقوا إذن عدم انضمام الجزائر إلى البريكس لم يكن قرارا هنديا فقط ربما كانت الهند وجنوب إفريقيا وزيدها روسيا على الأقل كما قلناكم الأغلبية لازم يفوطي ومشي واحد يقدر يأثر فهمتوا أخوتي لهذا السبب رئيس تابون قال بالإخلاص مزيدوش نحاولو ننضمو إلى البريكس لأنه الأغلبية في اجتماع تحت دول البريكس ما خلانوش ندخلو خلاوا دول مثل الثيوبية الآن اللي راي في حرب مع مصر الجنوطين اللي رفضتهم وبسقط عليهم يدخلو والجزائر ما خلاواش تدخلوا المالك إلك خلاص مزيدوش نحاولو ندخلو إلى هذا المنظمة الفاشلة لصراحة خاوتي فاشلة أما الجزائر فاري تتقدم باقتصادها من نواحي أخرى من توجاتنا الآن راي تغزو أسواق أفريقية بأكملها شوفوا هذا الفيديو خاوتي موسيقى الآن الكاميرون راي من أكبر المستوردين للمنتاجات الجزائرية في إفريقيا تقريبا مكنت تخول المحلات تاع كاميرون تلقاوها معمرا بالمنتاجات الجزائرية موسيقى 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 سوف أعطيس بكتابي أعطيسون السابق ambassadeur سوف أعطيس بكتابي نحن بالتالي أنت فاضحة لكن الأخرى أن يتعجبون أفضن في الفيرة المدعيزية في مجالين لا يستطيع أن يكون للهوضة عن الماليين وأن المقرونيات يتعجبون من المرليات الأولى بشيئة التعاريريات التعاريرية لا يستطيع القادمًا السورة المقرومة المنوذي في سارة أبنى مشاركة الهوضة التعاريريا ويحبوا يستهلكوها على هذه كرة يمسيطرة على الأسواق الكاميرونية الأمر إن شاء الله يتوسع إلى باقي الدول الإفريقية الأخرى يعني هذا هو هدف الجزائر من طريق الصحراء ومن المشاريع مع إفريقيا باش ندخلوا إحنا الصوق التاعنا منا لنبيناتنا يعني الجزائر تولي تستوند هي الأخرى أيضا من هذه الدول الإفريقية منتجات التحم اللي رح تكون أرخص من المنتجات الأوروبية ربما في الجودة أفضل تمرشكم أخوتي في الموضوع في الأخبار اللي شاركناها معاكم في هذا الفيديو قلونا في تاريقات إذا أعجبكم هذا الفيديو الله يحفظكم اشتركونا في القناة فعلوا الجرس وانتظرونا مع المزيد من الأخبار المواضعة شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء